اهلا وسهلا مساء الخير على حضراتكم برحب طبعا في البداية بالجمهور النادي الاهلي اللي بيتابع حلقة النهاردة من السادسة دارب نار هو عنوان مطشاط الاهلي اللي فاضلة في الدوري بداية طبعا من مطشو النهاردة الطلاعي على سادة الجيش في السويس عنيك عقلك قلبك هيبقى مع رجالتنا ان شاء الله في مطشوهم قدام طلاعي الجيش ودنك هتبقى مرمية على مطش الزمالك ودي دجلا وانا شخصيا هحول من وقت للتاني نشوف كده ودي دجلا عامل ايه مع الزمالك النهاردة ونشوف عبد المنصف مقدم مباراة عاملة ازاي كل التوفيق طبعا لرجالتنا اللي الحقيقة الراهان عليهم كبير جدا والثقاتنا فيهم كبيرة جدا وان شاء الله احساس جوايا بيقول انه الاتناشر نقطة اللي قدامنا لو خدناهم بازن الله بازن الله ان شاء الله الدوري في الجزيرة اهلا وسهلا بحضراتكم مطشو طلاعي الجيش من المطشاط اللي تعودنا عليها وبقت يعني وان كانت الحقيقة كله ارقام بتصبوا في مصلحة الاهلي يعني بتتكلم على تلاتين مباراة قريبا جمعت بين الاهلي وطلاعي الجيش على مدار مشوارهم في بطولة الدوري وفي الكاس تمانية عشرين في الدوري تحديدا ومطشين في اه كاس مصر كلهم الحقيقة لمصلحة النادي الاهلي يعني من تلاتين مباراة في خمسة وعشرين مباراة انتهت بالفوز او انتهت انتهت ناتجتها بالفوز صالح النادي الاهلي وخمس مطشاط بس انتهت ناتجتهم بالتعادل الاهلي مسجل في طلاعي الجيش سبتة وستين هدف استقبلت شباكه بس ستاشر هدف فالكافتين غير متوازنتين على الاطلاق لكن النهاردة اقول ان الكافتين يعني متوازنين بشكل كبير ليه بقول كده لان صعوبة المباراة وخوة المنافسة على اللقب الدوري السندي هو اللي خلق الحالة دي هو اللي خلق انه مهما كان خصمك توقع تماما ان المباراة والسيناريو المباراة يكون في منتهى الصعوبة عندنا اربع مطشاط يختلف فيهم ترتيب الخصم وقوته وامكانياته على المستوى الفردي على المستوى الجماعي في مقدمة الجدول في مؤخرة الجدول كل ده لا معنى له على الاطلاق الاهم في النهاية ازاي انت تكون جاهز المطش وازاي انت تتعامل المطش ويمكن حسنا فعل اتحاد الكورة انه خل المطشين بتوع الفرقتين اللي بينفسوا على البطولة في نفس التوقيت ده هيخلق نوع من الانواع العدالة بداياتنا عشان الناس ما تشتكيش يعني الاهل يلعب قبل يبقى فيه شكوى الاهل يلعب بعد يبقى فيه شكوى فنخلص من حتى دي وفي نفس الوقت يعني تدي للبطولة طعم طعم غاب عنها لسنين طويلة جدا الاهل ينفرض فيها بحسم البطولة وحسم اللقب بمنتهى سهولة قبل ما اسابيع كتيرة جدا على عمر البطولة تخلص كان زي النسخة الاخيرة مثلا تتكلم على ست سبع اسابيع يعني زي كون زي دلوقتي كده كان الاهل بيجرب لعيبته البقيدة بقالها فترة وكان بيلعب المطشاط يعني بدون يعني ضغط وبدون توتر وبدون اي شيء الحقيقة بنلعبها كمال اتعدد عشان نقفل الموسم كمان بنحاول على ما اتذكر ان احنا نوصل لرقم قياسي من النقاط اللي بنحقق بيها البطولة ما كانش فيه الدافع ما كانش فيه الاحساس بالخطورة ان في حد بيهدد عرشك ان في حد قادر ينفسك على البطولة احساس افتقدناه وعاشنا فيه السنة دي ودي حاجة يعني من الاجابيات انا نطلع بيها من الموسم الموسم كله سلبيات يعني اما تيجي تبص تذاكر كده ازاي تعمل مسابقة مشوهة ازاي تعمل موسم ضعيف تعال افكر او حط النموذج بتاع الدوري العام المصري في نسخته الحالية قدامك وذاكره كويس جدا وطبقه من جديد تطلع بمسابقة غير نكحة على الاطلاق لكن الى حد ما يعود جمهور الكورة عن خدوا بالكم انتوا بتتفرجوا على على مسابقة عمرها ممتد معاكم لاربع لاربع مطشاط يعني بتكلم في اسبوعين تانين في نفس التوقيت الاغلب دوريات العالم بدأت من حوالي اسبوع او عشر تيام فالقصة هنا انت ماشي عكس الساعة يعني النظام الكون كله انت في حتة تانية لوحدك خالص يعني وده هيأثر بالتأكيد والكلام ده احنا قلناه مرارا وتكرارا كان اللافعون كابتن حسام البدري انه هيأثر سلبا اكيد على مشوار منتخب مصر في تصفيات كاس العالم الحمد لله انه المجموعة اللي معانا ما هياش بالمجموعة المخيفة او الاسماء منتخبات اللي يعني مليار تيقيل زي ما بيقولوا واللي ممكن تعورنا في مشوار التأهل لكاس العالم لكن في النهاية كان اللافعون رجالة الاهلي رجالة الزمالك رجالة بيرميدز اللي بيشكلوا القوام الاغلب لمنتخب مصر انه الناس دي وبالذات طبعا النادي الاهلي اللي بقلوا موسمين الحقيقة لعبته ومرتحتش على الاطلاق هيكملوا من بعد مشوار بطولة الدوري مع المنتخب في تصفيات كاس العالم مناسبة كاس العالم نتكلم كمان على كاس افريقيا او ده بطولة امم افريقيا اللي قرعتها هتتعامل النهاردة ان شاء الله الساعة 8 بتوقيت القاهرة وهستعرض مع حضراتكم ترتيب وتصنيف المنتخبات اللي بتشارك فيه البطولة اثناء حلقة النهاردة خلونا قبل ما نبتدي وندخل في التفاصيل نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم طبعا احنا اتكلمنا في اوقات كتيرة جدا وبصرف النظر الحقيقي عن الوضع اللي احنا فيه دلوقتي اتكلمنا على فكرة انه كل مطشاط الاهلي اللي سجل فيها الاهلي هدف مبكر في الربع الاول من الربع ساعة الاولى من الشوط الاولاني كان سيناريو المباراة مريح جدا وغالبا ما بتنتهي المباراة دي باداء وبنتيجة بتطمن جمهور النادي الحقيقة اضيف عليهم فايدة تالتة النهاردة يعني اهمية ده طبعا انك انت تلعب المطش مرتاح بدون توتر بدون ضغوط وبعدين فكرة هدف واحد لا يكفي دي برضو مش محتاجين نتكلم عليها لانه فيه كتير مطشاط سجلنا فيها الاول والاسف اتأخرنا فيها بعد كده لكن الاهم من ده انه الهدف النهاردة بما انه التوقيت المطشين في نفس الوقت اعتقد يأثر كمان سلبا يزود سنة حتى ولو بسنة بنسبة بسيطة يزود سنة من نسبة التوتر والضغط على الفريق المنافس خلينا نروح لزمالنا شريف شعبان من السويس وتحديدا من مقر اقامة فريق النادي الاهلي اللي بيعسكر في السويس من امبارا احنا نتعرف منه على اخبار فريق النهاردة واستعدادات وجهزيته لمواجهة طلاق الجيش ان شاء الله بعد ثلاث ساعات الا شوية من دلوقتي شريف بساعة الخير ونتطمن منك على اخبار فريقتنا النهاردة في السويس بساعة الخير زميلي احمد تحياتي لكم تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان ننا منا فندوق اقامة النادي الاهلي بمحافظة السويس يا ربي باباذن الله يكون لتوفيق والفوز من نصيب النادي الاهلي في التساعة مساء على استداء الجيش بالسويس ومباراة طلاق على الجيش والاهلي يا ربي باباذن الله توفيقكم معنا بازن الله بازن الله ونفوز على فريق كبير هو فريق تلاق على الجيش أعرف منك كده يعني رحلة الفريق من القرار السويس من مبارح لغاية النهاردة إزاي كان اليوم بتاع الفرقة استعدادها وتحضيراتها لمواجهة طلاع الجيش النهاردة طمني كمان على نجمنا ونعرف بآخر أخبارها وآخر التطورات وخصوصا فيما يخص كمان اللعيبة اللي يمكن كانت بعيدة في الفترة الأخيرة أعرف منك كمان آخر التطورات بالنسبة لمحمد شريف خلينا أقول لك زميلي أحمد أن التمرين الأهلي التمرين الوحيد قبل لقاءة اليوم كان تمرين واحد ده بيئة الأمس وبعد التمرين سافر الفريق مباشرة إلى محافظة السويس الدخول في معسكر فأحد الفنادق في السويس يوم النادي الأهلي بدأ صباحا في الحديثة عشر صباحا طبعا مع وجبة الفطار المحاضرة الفنية لسه منتهية منذ قليل اللي أعلن فيها مستر بيتسو موسماني التشكيل اللي يخود بيه لقاء طلاع على الجيش اليوم يا ربي بإذن الله يكون التوفيق مع النجوم النادي الأهلي حارة التركيز الشديدة بين على وجوه لعبي النادي الأهلي من الأمس في المران الوحيد يتكلم معهم بيستر بيتسو موسماني ومدير القرى بالأمس الكابتن سيد عبدالحفيز مع اللاعبين وطلب اللاعبين بإحراز هدف وبكر زميلي أحمد منزقليل في بداية المباراة عشان يساهل اللقاء على لعبي النادي الأهلي طلب إحراز هدف وبكر وطلب بإذن الله كمان بعد إحراز هدف وبكر محاولة إحراز أدف ثاني لقاتل المباراة محاولة الحصول يعني عشان يسهلوا مباراة عليهم ويحصلوا على سلاس نقاط غالين في مشوار الحفاظ على لقب الدوري اللقب المحبوب لكل جماهير النادي الأهلي يمكن الفريق هيتحرك بعد أقل من ساعة إلى ملعب مباراة يمكن الملعب يبعد حوالي 25 دقيقة عنا فندق الإقامة من خلف الباص اللي يستقلوا لعبي النادي الأهلي بعد أقل من ساعة ونادي الأهلي معودنا بعد أزمة كورونا طبعا في باصين باص للجهاز الفني وباص للاعبي النادي الأهلي هنا حارب تركيز شديدة جدا مع لعبي النادي الأهلي حتى كمان بعد المحاضرة كل خارج مركز وما بيفكرش غير في مباراة طلاقة على الجيش يا رب بس التوفيق النهاردة يكون معنا ونفوز على فريق طلاقة الجيش مدير الكرة الكابتن سيد عبدالحفيش شدد على اللاعبين بعدم النظر إلى أي فريق آخر غير أو عدم التفكير آخر في أي موضوع غير مباراة الأهلي وطلاقة الجيش عدم النظر إلى أي منافس التركيز فقط في مباراة النادي الأهلي التركيز في الأربع مباريات وبالتبعية لقاء النادي الأهلي اللي هيبدأ بعد قليل التركيز فقط في هذا اللقاء ومحاولة الحصول طبعا على الثلاث نقاط ديكة الأجواء هنا داخل محافظة السويس يا رب بس النهاردة يكون توفيق معنا زميل أحمد وبإذن الله بإذن الله بإذن الله هنفوز اليوم على فريق طلاقة الجيش إن شاء الله بإذن الله بأشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان من السويس ومن داخل مقر إقامة فرقة النادي الأهلي كل التوفير لرجالاتنا إن ما عنديش شك بالتأكيد طبعا إذا كنا إحنا هنا في قناة النادي الأهلي وإذا كانت الجماهير اللي بتتكلم معنا في كل مكان بتتكلم على إنه أو بتطلب من نجوم النادي الأهلي إنه يحاول 12 نقطة إحساس الجماهير عموما يعني إذا كان لدينا نقله أو أستشفه ونقله لحضراتكم إنه إحساس الجماهير إنه الأهلي لو حقق 12 نقطة بإذن الله درع دوري يكون في الجزيرة ومش مطلوب من الرجال أكتر من كده يعني ما تشغلش بالك بقية حاجة تانية ده طبيعي جدا ومنطقي جدا وبالتأكيد كابتن ساد عبد الحفيز وبالتأكيد ميستر موسماني يتكلمه في دمعة العيبة ما عندكش تارجد غير أنك تحقق ال 12 نقطة يحصل إيه بعد كده دي قصة تانية بقى ومش في إدينا دي حاجة بتاعت ربنا على كل أحوال عندنا أخبار كتير الحقيقة في السادسة وعندنا الحقيقة كمان النهاردة هنتكلم على اختياراتكم لأفضل 3 لعبين والترتيب العام لجدوى الأفضل لعابي الأهلي في الموسم الحالي بس خلونا نروح لفاصل ونرجع لحضراتنا بعد الإنجاز اللي حققوا طبعا أبطالنا في أولمبياد توكيو اللي شرفه مصر وحققوا ميداليات النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في استقبال أبطال مصر في أولمبياد توكيو 2020 والحقيقة يمكن ساد الرئيس كان حريص على تكريبهم صباح اليوم بأصل اتحادية كل اللاعبين واللعبات وأطقم التدريب اللي حققوا ميداليات في دورة لعاب الأولمبية كانوا حضرين النهاردة وده كان الحقيقة بحضور عدد كبير جدا من المسؤولين منهم مهندس الشامحة برئيس اللجنة الأولمبية المصرية دكتور أشرف صبح وزير الشاب بوريادة مهندس شريف عريان الأمين عام لللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث وأيضا أستاذ عمر سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وعدد أيضا من المسؤولين ويمكن طبعا دي اللقطات من استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا ده حضورهم بداية طبعا للاتحادية وتكرمهم من الرئيس بالمناسبة في ريال أشرف وهي البطلة الوحيدة اللي حققت ميدالية ذهبية خدت وسام الرياضة من الطبقة الأولى ومعها كمان مدربها أما الأبطال اللي حققوا الميدالية الفضية زي ما حارككم شايفين كده الأوسمة اللي حققوا الميداليات الفضية فنالوا وسام الرياضة من الطبقة التانية أما الميداليات البرونزية فكان نصبهم أبطالنا طبعا وسام الرياضة من الطبقة التالتة ورئيس يمكن كتب رسالة النهاردة مش بس رسالة تكريم ولكن رسالة دعم وأمل للأبطال اللي عندهم قدرة إنهم يكونوا في يوم الأيام في موقف أبطال مصر اللي شرفونا في توكيو وزي ما حضرتكم شايفين استقبال الرئيس ليهم وتكرمهم بنفسه النهاردة يمكن كتب فخامة الرئيس على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل المختلفة شرفت اليوم بتكريم أبنائي وبناتي أبطال مصر لما حققوه من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأنبية توكيو 2020 فهم خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار وأؤكد دائما دعمي الكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية شكرا لكم يا أبطال واستعدوا لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في الشك الحقيقة أنه دعم فخامة الرئيس لأبطال مصر بالتأكيد دافع كمان ورسالة مهمة جدا يعني وجود رئيس الدولة واهتمامه مش بس بالرياضة الحقيقة أنا عايز أأكد على اهتمامه بأي نموذج ناجح أو مشرف هي رسالة لكل واحد عايز ينجح ورسالة لكل واحد عايز يجتهد وإنه الدولة الحقيقة ما بتأثرش ومش ممكن توقف أبدا في طريق أحد هيشرف ويضيف ويفيد بلده في أي مجال ليس فقط المجال بالرياض طيب أروح مع حضراتكم لأفريقيا وأنا قلت لحضراتكم طبعا أنه في بداية الحلقة أنه قرعة أمم أفريقيا إن شاء الله هتكون النهاردة الساعة 8 بتوقيت القاهرة القرعة دي طبعا تم تصنيف الفرق المشاركة لأربع مستويات هقول لحضراتكم وأستعرض معكم دلوقتي الفرق اللي هتشارك في البطولة وتصنيف كل واحدة بينها ومفترض طبعا أنه الكاميرون حتى اللحظة حتى اللحظة هي اللي هتستضيف النسخة الجديدة من بطولة أمم أفريقي طيب في المستوى الأول عندنا أو التصنيف الأول يعني للتحاد الأفريقي جات فرق الكاميرون الجزائر السنغال تونس المغرب ونيجيريا مصر جات فيه التصنيف الثاني مصر ومعها غانا ومعها كود ديفوار ومعها مالي بوركينفاسو وغينيا أما التصنيف الثالث فالكاب فردي أو الرأس الأخضر الجابون موريتانيا سيرليون زينبابوي غينيا بيساو والتصنيف الرابع ضم ست منتخبات ملاوي السودان غينيا الاستوائية جزر القمر وإثيوبيا ومعها جامبية تواجد مصر في التصنيف الثاني أو في المستوى الثاني ده معناه أن أنت مش هتقابل فرق زي في المجموعات أنا بتكلم في المجموعات مش هتقابل فرق زي غانا زي كود ديفوار زي مالي زي بوركينفاسو زي غينيا والحقيقة الست فرق تقريبا مستواتهم متقربة يعني أذكي منهم غانا يمكن وكود ديفوار اللي ممكن يكونوا منتخبات قوية جدا لكن حتما ولابد يعني حتما ولابد هتقع في وش واحد من الستة الكبار الكاميرون الجزائر السنغال تونس المغرب نيجيريا وممكن جدا جدا لأنك أنت عندك التلاتة بتوع شمال أفريقيا في المستوى الأول وارد جدا واحدة منهم تكون من حظك ومن نصيبك يعني وارد الجزائر وارد تونس وارد المغرب يكون واحدة من الفرق اللي معاك في المجموعة لكن في النهاية أنا بشوف ان الستة على نفس المستوى المغرب عندها فرقة محترمة جدا جزائر عندها فرقة محترمة جدا بطل النسخة الأخيرة السنغال وصيف وعنده كتيبة محترفين على أعلى مستوى فآن كان اللي هتواجهه لكن في النهاية المنطقي والطبيعي المنطقي والطبيعي أنه مصر تتأهل وبعد كده بداية من خروج المغلوب يبقى لينا كلام تاني ونشوف مين هيقع في طريقنا وفي سكتنا لكن في النهاية دي البطولة اللي بيتقال عليها دايما أصل مصر بتجيد في البطولات المجمعة وبتهيئة ليحنا عندنا من النجوم ومن الأسماء اللي تسمح لنا وتخلي من حقنا نحلم بالتتويج وعودة بطولة أفريقيا مرة تانية لحضن مصر طيب مين أفضل ثلاث لعبين للأهلي في مطشاته الأخيرة وجدول الترتيب وصل لحد فين؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم في السادسة بس بعد الفاصل طيب ندخل مع حضراتكم بقى في اختياراتكم الأفضل ثلاث لعبين في آخر مطشين للأهلي المطشين اللي لم تعلن نتائجهم هنعلنهم من نهاردة على حضراتكم وهبتدي بالإسماعيل واسمحوا لي بس قبل مقف مع النتيجة وخصوصا فيما يتعلق بمباراة الإسماعيل مباراة مش من أفضل مطشات الأهلي الموسم ده وخسارة نقطتين فيها بالتأكيد كانت مؤثرة على الحالة العامة للجمهور لكن برضو نعيد ونزيد ونأكد مفيش مانع يعني جماهير الأهلي لها حق علينا الناس اللي مش مدركة احنا ليه بنعمل ده ليه بنعمل المسابقة دي من بداية الموسم احنا لما قررنا أو فكرنا في الفكرة دي قلنا بدل ما نيجي في آخر السنة بعد ما نلعب كم كبير جدا من المطشات نقول للناس والله من وجهة نظر جمهور الأهلي مين أفضل ثلاث لعيبة في الأهلي أو مين أفضل لعب في الأهلي فكل واحد يختار واحد قلنا لأ احنا نعمل كل مطش ليه مسابقة وليه نتيجة وليه عدد من النقاط اختيارك لأفضل ثلاث لعبين معناه أنه اللعب الأول بياخد ثلاث نقاط اللعب الثاني بياخد نقطتين اللعب الثالث بياخد نقطة واحدة عشان لما نوصل بداية كل شهر في المطشات الأهلي بيلعبها نعرف مين هو أفضل لعب في الشهر بناء على اختياراتكم انتو مش اختياراتنا احنا ولما نيجي نحدد أو يبقى فيه تقييم لأفضل لعب في الموسم يبقى نتيجة تقييم خطوة بخطوة من جمهور النادي الأهلي دي نتائج جمهور النادي الأهلي لما هقول في آخر السنة أو بعلن في كل شهر مين أفضل لعب الشهر ده ده بيبقى اختيار جمهور النادي الأهلي احنا ملناش علاقة بده مش معنى كده انه المطش اللي يبقى نتيجته مش مريحة بالنسبة لنا أو المطش اللي ممكن جمهور النادي الأهلي يشوف انه الاهلي ما قدمش اداء كويس جدا ان احنا نحجب النتيجة لانه احنا كده بنظلم لانه بالتأكيد فيه لعيبة اجادة حتى والفريق كل لم يوفق لكن فيه لعيبة من حقها تاخد ترتبها او مراكزها في المباراة دي بصرف النظر عن نتيجتها وبصرف النظر عن تأثيرها على مشوار الاهلي في البطولة حبيت اوضح النقطة لانه النقطة يبدو انها مش واضحة لغاية دلوقتي عند بعض الجماهير فيه ناس كتير متفاهمة وبشكركم الحقيقة على ثقاتكم في المسابقة دي انجاز التعبير وعلى مشاركاتكم فيها لبتزداد يوم بعد يوم الاسماعيلي اكرم توفيق اللي بعتقد انه هو الحقيقة يمكن يكون مش بس اكتشاف في فرقة الاهلي الموسم ده لكن اعتقده عن جدارة يستحق افضل لعب شاب في بطولة الدوري الموسم الحالي يمكن اللي يدخل معه في منافسة شوية يمكن يكون احمد عبدالقادر لعب سموحة او لعب الاهلي المعارل سموحة ابننا برضو في المركز التاني وبعد طول غياب ورغم انه كان بعيد بقاله فترة جماهير النادي الاهلي استقرت على طهر محمد طهر عشان يحتل المركز التاني ويضيف رصيده نقطتين علوله بياخد سخة جماهير النادي الاهلي وبعد منافسة الحقيقة قوية مع طهر محمد طهر قدر ان هو يحسم النتيجة لصالحه في النهاية في مطش امبي كهربا بلا منازع باكتساح شديد جدا خد المركز الاول وضاف لرصيده ثلاث نقاط في جدوى للترتيب محمد مجدي افشا خد نقطتين في غاية الاهمية لانه هم فرقوا معاه بشكل كبير جدا ولما استعرت جدوى للترتيب نقطتين دول خدوا محمد مجدي افشا للمركز التاني وفي المركز التالت اكرم اصر انه ما يطلعش بره المباراة دي برده ولكن المرة دي بعد ما كان اول في مطش اسماعيلي خد مركز ثالث في مطش امبي نروح لجدوى للترتيب العام دلوقتي انا عندي اليو ديانج محافظ زي ما هو على المركز الاول في رصيده 34 نقطة بعد النقطتين اللي خدهم محمد مجدي افشا في مباراة امبي محمد مجدي افشا انفرد بالمركز التاني على حساب محمد الشناوي اللي تراجع للمركز التالت محمد مجدي افشا بقى رصيده 30 نقطة والشناوي رصيده 28 نقطة محمد شريف في المركز الرابع برصيد 26 نقطة الف سلامة وترجع شريف فقارة بفرصة قدامك حاجات كتيرة جدا تحقق في البطولة دي ومحتاجينك في المطشات اللي جاية اكرم توفيق في المركز الخامس برصيد 23 نقطة مشوار اكرم يدعو اللي ان احنا نحط على مستفهام كبيرة جدا لان اكرم لم يشارك بقوة منذ البدايات يعني لما تشوف عدد المطشات بتاع اليو ديانج 45 مباراة اكرم توفيق لها 29 مباراة فرق 16 مباراة ورغم كده قدر يعمل ريكورد الحقيقة في فترة بسيطة جدا وفي عدد مشاركات قليلة جدا قدر يتقدم للمركز الخامس على حساب بدر بنون اللي يتراجع للمركز السادس برصيد 16 عندي اكتر من حد خد في المطشات الاخيرة اكتر من قفزة الشحات علي معلول كهربا طاهر محمد طاهر بيحتلوا المركز من السادس للعشر على التويل فاصل وننتواصل مع حضراتكم مرة تانية في السادسة وجي اليوم اللي نشوف فيه سيرجي راموس بيهزر معلين الميسي في تدريبات بي أس جي هيمكن العالم كله تابع الخبر وفي انتظار ظهور ميسي بألوان بي أس جي في الموسم الحالي هيكون معنا دلوقتي في السادسة أستاذ عادل حداد الصحفي بقناة فرونس فان كاتر من خلال فيديو كونفرنس بداية طبعا بشكرك على وجودك معنا وأهلا بك على شاشة النادي الأهلي السلام عليكم كابتن أحمد سامية وطحية طيبة إلى كل المشاهدين في مصر وخصوصا إلى مشاهدي قناة الأهلي أهلا بك وخليني في البداية ما بقى أننا بنتكلم معك وانت موجود في باريس أعرف بقى توابع انضمام ميسي لبي أس جي وامتى ممكن نشوف أول ظهور لميسي بألوان باريس سان جرمان صحيح الجميع يعني في انتظار أول خطوات ميسي الرسمية في معاهة باريس سان جرمان يعني بعد كل هذا الصحب الإعلامي والجماهير الذي صاحب هذه الصفقة إن صح التعبير هذه الصفقة التي لم تكن منتظرة قبل أسبوع قليلة صفقة مفاجئة يعني من المنتظر أنها ستكون أمور إيجابية من ناحية المادية بالنسبة لنادي باريس سان جرمان في انتظار لغة الميدان ببداية من المباراة القادمة لنادي باريس سان جرمان أمام برأس أين سيكون ميسي ربما مع أول موعد رسمي إباو بعدها يعني خضع أول حصص تدريبية مع هذا الفريق على الرغم من أنه بي أس جي يعني بيدم كوكبة برضو من النجوم الأسماء الرنانة لكن الصفقات الخامسة اللي أبرامها البي أس جي وفي مقدمتها صفقة لي وميسي أعتقد أنها مش بس نقلت بي أس جي لمستوى تاني لكنها نقلت المسابقة نقلت بطولة الدور الليج أين لمستوى تاني مختلف تماما صحيح استقدام ميسي مش شأن يعني أن يعطي إضافة كبيرة إلى الليج أين وكمان مش شأن يعني أن ينقص أيضا يعني من حجم المتابعة يعني الدور الإسباني للليجة الإسبانية بالتالي يعني أكيد أنه لجم بحجم وسمعة وقيمة ميسي سيكون له يعني أطار كبير على الدور الفرنسي وسيرطي بطبيعة الحال كل الصفقات التي قام بها نادي رغم أنه نادي تعاقدة مع أسماء لامعة فيها مزيج ما بين الشبابي والخبراء فيها مثلا لعبين شبابي مثل الحاكيمي أو الحاكس دونا روما فيها يعني لعب يعني محترم جدا من أحسن لعبين في وسط الميدان وفي نالدوم الهولندي وفيها لعبين الخبرة أيضا سيرجو راموس وليو نايل ميسي طيب خاليني أسألك على رغم من أنه الصفقة تمت وأنه تم الإعلان عنها وتم تقديم ليو ميسي في حديقة الأمراء لكن في بعض التقارير بتقول مازال لها توابع قانونية يعني في بعض التقارير بتقول أنه باريس سان جرمان يعني قام بخرق قواعد اللعب المالي النظيف وبالتالي هل تتوقع أن يكون فيه توابع لهذه الصفقة ولا صفقة انتهت ولا يجب الحديث عن أي شيء آخر حسب الحديث الذي يدور في فرنسا أمور باريس سان جرمان من الناحية الإدارية فيما يقص اللعب المالي النظيف مضبوطة على كل المستويات لأنه نادي هذا الموسم يعني كل الصفقات كانت مجانية مع هذا صفقة حكيمي الذي اشتراه من الانتر بقيمة 60 مليون يورو مع هذا ذلك النادي سيتعامل مع اللاعبين فيما يخص الغاطب السنوي فقط يعني لم تكن هناك صفقة صفقة معينة قام بها باستثناء تعاقدهم حكيمي لذلك نظن أنه باريس سان جرمان ضبط كل أموره من ناحية الإدارية سواء من الاتحاد الفرنسي أو الاتحاد الأوروبي لكورة القدم وأموره يعني تسير على أحسن ما يرام فيما يخص هذه النقطة طيب أستاذ عادل يبدو أنه مجيء ميسي لبي اش جي سيؤثر على سكواد البي اش جي لأنه في بعض التقرير اللي أفدت أنه كيليا نمبابي عنده رغبة في أنه يترك يترك فريق فريس سان جرمان ويذهب لريال مدريد حقيقة هذا الأمر صحيح لأنه قدوم ميسي من شأنه ربما ينقس من شعبيت أو من حجم مبابي يعني في فرنسا بصفة عامة لذلك مبابي هو لحد الآن يفكر في الرحيل فيه أيضا حديث عن عرض قيمة 120 مليون أورو من ريال مدريد للاستقدام مبابي هذا الموسم لكن فريس سان جرمان ورغم أنه يعني لو لم يجدد مبابي عقده يعني من هنا إلى غير شهر جنفي 2022 سيكون الحقل من كل التزامات يعني لو لم يجدد عقده مبابي عقده مع مع النادي الباريزي عبد شهر يناير قبل شهر يناير بالضبط يعني لو لو يجدد عقده قبل هذا التاريخ سيكون الحقل من أي التزام وسيكون بإمكانه الانتقال بصفة مجانية إلى ندارة ديريان مدريد انتلاق من الصيف القادر رحيل كيليان مبابي بيؤكد أو ينفي الإشاعة اللي بتتكلم على اهتمام بي أجي بضم كريسيان ورونالدو عشان يكون أول نادي ضم بين أكبر قوتين عزمتين في العشر سنين الأخيرة رونالدو ميسي في فريق واحدة ممكن لو حدد هذا الأمر قد يحدث يعني بعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد الصيف القادم معناها ربما تلقى أي حتى كريسيان ورونالدو سيكون في نهاية عقده مع نادي جيفنتيوس يعني ممكن أنه يعني يعني مسؤولي بريسيان جرمان بدهاب مبابي يعني بدون بدون مقابل هذا هو سؤال المطروح طيب وبمناسبة رونالدو سريعا جدا بعض الأخبار تكلمت على احتمالات انتقار رونالدو للمان سيتي ايه حقيقة او ايه معلوماتك عن الموضوع أظن أنه يعني في الوقت الراهن غير الممكن الحديث عن انتقال رونالدو إلى موشيسر سيتي طالما أنه ما زال مرتبطا بعقد مع نادي جوبانتس طورينو الإيطالي أيضا موشيسر سيتي لديه عدة نجوم خاصة في غير واق الأيصر الذي يفضل أن يلعب فيها رونالدو في عدة لعيبين خاصة مع استقدام جاكي جريليتش للنجم الصاعد في السماء الكورة الإنجليزية حتى لو يلعب رونالدو قلقها رأس حربة في عدة مهاجمين في فيرانتوراس في فيه يعني لعبين يقدروا يلعبوا كمهاجم وهمي مثل ستيرلينج لذلك نظن أنه من السابق جدا هو الحديث عن رونالدو في موشيسر سيتي لأنه سواء من ناحية المادية أو من ناحية الفنية الأمور هي متطابقة ما من الموضوع الحالي ساذ عائد الحداد الصحفي بقى فرانس بانكاتخ بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا على شاشة النادي الأهلي في السادسة ويبقى الحقيقة موسم مسير وخصوصا كمان إنه حاجة من الحاجات المفرحة واللي بتهالي يتأثر بشكل كبير جدا على الكرة الأوروبية طبعا كلام عودة الجماهير المدرجات شكل غير وإحساس غير وجمور يبقى دايما هو ملح كرة القدم أهم شيء في طبخة كرة القدم هي الجماهير اللي موجودة في المدرجات طبعا النهاردة مباراة هنتظرها كل جماهير النادي الأهلي على أحرم الجمر ساعتين تقريبا بيفصلون عن لقاء الأهلي وطلع الجيش ثلاث نقاط في منتها الأهمية لا يجب التنازل عنها بأي شكل من الأشكال وأعتقد إن شاء الله بإذن الله الأهلي قادر النهاردة على الفوز بالمباراة وتقديم عرض يرضي كل جماهير وكل التوفيق اللي نجمنا النهاردة واشوفكو بكرا إن شاء الله حلقة جديدة والسادسة